فرنسا منتخب بطل ثوب البطل هذه الصورة الحقيقية لمنتخب فرنسا بعيدة ربما عن الدورة الأول قاوي قاوي جدا البارحة تكلمنا عليه حكيم اليوم أنا وش نقدر تكلم عن المنتخب يعني في البداية عن المنتخب البولوندي في الشوطة الأول هذا وش كنا نتكلمه في الكواليس شوف المنتخب البولوندي لما يعني حب يرفع المستوى تعه إلى أدنى درجة ما قدرش يسجل على المنتخب الفرنسي يعني هذيك وش كان قادر على العطاء شفنا يعني ما عادة ننظل اللقطة التي كانت يعني متميزة للمنتخب بولوندي في الدقيقة 37 وإن كانوا ثلاث ضربات متتالية وشفنا حارس يعني متألق إيغولوريس اللي كان يعني تصدى واللعبين ولذلك اليوم لما تكلم عن المنتخب فرنسي نظل منتخب يعني كي كومبلي اللي عنده تنظيم منظم من كل النواحي اليوم نحن نتكلمني إذا تذكر في الدور الأول كنا نتكلم عن المنتخب الفرنسي تكلمت لك على جريزمان وقلت لك في مباراة حاكيم قلت لك كان يعني هو الميريد دات اللوم ديو ماتش يعني اليوم لما تشوف شوف اليوم المنتخب الفرنسي وش عجبك فيه حاكيم أنه منتخب الكل يلعب يعني كل واحد يلعب لي صاحبه يعني مكاش أنانية وعندك يعني زيد على ذلك اليوم لما تشوف أنا البارحة في هذا البلاطو في هذا المكان تكلمت على مبابي قلت لك مبابي اليوم يعني وحش مكاش وحد وشوف يصنع لك هدف في اللقطة الأولى تعجيره وشوف التمريرة يعني شوف البريسيزيون كيف أعطى هلو في ظهر المدافعين وفي الهدفين يعني اللي يسجلهم سنتحدث على جيرو ومبابي بحديث خاص شوف حاكيم لما نزيد لك على مبابي اليوم حاكيم مبابي سأتحدث عليه بشكل خاص يعني أنا أريد بالأرقام لنبيان بتاعو في يعني كأسين عالم يعني شوف 2014 و2020 اليوم خمسة أهداف شوف أحسن هداف في كل دورة تسمح لي يا حسين أرجو أن تترك لي مبابي لي بعد قليل أنا مبابي أبهاراني أبهارك سيبهرك أكثر ربما في المبارتين المتبقيتين